التسليم لحكم الله ورسوله ثابت في آيات الكتاب الكريم الأمر باتباع نصوص الكتاب والسنة والرجوع إليهما والإيمان بهما إذ إن نصوص القرآن والسنة إنما هي أمر قطعي وما على العباد إلا أن يسلموا بأمر الله تبارك وتعالى ولذلك حدث الخلف في هذه الأمة نتيجة أن العقول قد فهمت قد نسيت تماما هذه القاعدة قاعدة التسليم المطلق لمراد الله عز وجل والأدلة كثيرة يقول تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أمر والأمر يقتضي الوجوب لقد أوجب الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة لعلهم يرحمون لعلهم يعيشون حياة كريمة لعلهم ينالون مرضات الله عز وجل يقول أيضا تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون انظر واتبعوه لماذا لعلكم تهتدون كذلك يقول تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو أمر خذوه انتهوا اتبعوا اتبعوه كلها أوامر إلهية كلها أوامر تنادي بهذه القاعدة التسليم المطلق لحكم الله عز وجل يقول تبارك وتعالى أيضا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل انظر خير أي الخير للأمة الخير للمسلمين أن يسلموا وأن لا يدخلوا عقولهم في تأويلات باطلة ترجمة نانسي قنقر